للمتابعة ينضم إلينا من فرجينيا مراسل الغد عمر محمد عمر يتواصل هذا السباق المحموم بين بايدن وترامب يبدو آخر استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم الرئيس ترامب في بعض الولايات أو الولايات ضعنا في التفاصيل لديك نعم ترامب يتقدم في ولاية تيكساس بعد أن كان التقدم لصالح جو بايدن بخمس نقاط ووفق المؤسسة ذاتها وهي دولاس مورنينج نوز الآن يتقدم ترامب نقطتين في هذه الولاية التي تعتبر من الولايات الحاسمة لربما تصريحات ترامب الأخيرة ومحاولة استمالته للعمال البيض لحملته الانتخابية قد أتت أكلها لكن ترامب أيضا خرج كما يقال عن النص بتصريحات ونعوت وصفت بغير المحبذة منها أنه قال بايدن الأحمق والمعتوه يعني يريد أن يدمر جهاز الشرطة وفي ذات الوقت تحدث عن التمويل الكبير والاهتمام الذي يلقاه جهاز الشرطة الأمريكي من ترامب بالفعل كانت هناك مئتين بالمئة زيادة لحجم تمويل الشرطة لكن هذا يضع أيضا ترامب في خانة الاتهام بعسكرة جهاز الشرطة الذي يراد له أن يكون جهاز خدمة أمنية مدنية وليس جهازا عسكريا لكن تتخيل بها أن بلدة بثمان عناصر شرطة بدوام كامل واثنين بدوام جزئي حصلوا على أربعة وثلاثين سلاح آلي أم سيكستين وهم عشرة أفراد فقط إذن هناك مشكلة كبيرة تواجهها الولايات المتحدة هناك من يدعم زيادة تمويل الشرطة وهناك من يدعم تقليل الإنفاق على الشرطة لمصلحة مؤسسات أخرى لرعاية من عانوا من اضطهاد هذا الجهاز في الولايات المتحدة التنافس كبير خاصة إذا معلمنا أن بايدي يتوجه يوم أمس إلى ديترويت بولاية ميشيغن وهي واحدة من الولايات الحاسمة التي استطاع ترامب أن ينتزحها في وقت سابق لك بها شكرا جزيلا لك من فيرجينيا مراسلنا عمر محمد شكرا جزيلا لك